اتجمعوا الاحباب اتجمعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم ودردشة جديدة مع عبد الناصر زيدان انا سعيد بكم جدا وكل الملايين اللي بتتبعني في كل انحاء العالم والمسندة يعني دائما واقول الله في السماء وانتم على الارض بشكركم شكرا جزيلا على كل الدعم وكل التأدير وهذا الكم من المسندة وتشير الفيديوهات الملاحظ على كل الصفحات هذه الايام والناس اللي بتكتب نقلا عن عبد الناصر زيدان وبتؤكد ان الانفرد لعبد الناصر زيدان هذا من اصلهم واحترامهم وبشكركم على ردود افعال حلقات الاسبوع الماضي كلها الاربع خمس ستة حلقات ومستمرين معاكم من اجل قضايا الحق وكل ما هو محترم بصراحة الدردشة دي عايز اتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومركزة ومش عايز اطول في كلمة ونص انا من المساندين بقوة لنادي سيراميكا كيلو باترا ويوم السبت شوء الله بإذن الله غدا السبت مباراة مهمة تجمع الاهلي وسيراميكا كيلو باترا وانا بعتبر نادي سيراميكا كيلو باترا تجربة رائدة وتجربة محترمة ودايما بقول للأهلوية والملايين اللي بيتبعوني من الأهلوية لا انسى في حفل تقديم نادي سيراميكا كيلو باترا للرأي العام وللإعلام بعد الصعود للدور الممتاز كلام المعلم الكبير معالي النائب محمد أبو العنين وقيل مجلس النواب وعضو البرلمان المصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كيلو باترا ورئيس نادي سيراميكا كيلو باترا عندما قال تربطني بالخطيب علاقة محترمة ونتعلم من الأهل الإدارة ونحن نسعى لأن نكون في المكان الذي يليق بنا ودائما وأبدا نضع الأهل نصب عينينا نقتدي به وأعلن أن كلنا أهلوية يعني هو قاله نحن جميعا أهلوية حبيت أفكركم بكلام الحج محمد أبو العنين لأنني شايف أن في ناس بتحاول تصيد في الماء العكر لمعارب ومصالح خفية حبيت أقول لكم خلي بالكم الأهل له مكانة خاصة في قلب محمد أبو العنين ومؤسسة سيراميكا كيلو باترا نفس الكلام أكده لي أكثر من مرة المحترم طارق محمد أبو العنين المشرف العام على فريق سيراميكا كيلو باترا هي منظومة محترمة بكل المقاييس واللي مزع عني أن ما بين الوقيعة والابتزاز ظهرت أصوات تحاول النيل من قيمة العلاقة التي تربق ما بين سيراميكا كيلو باترا والنادي الأهلي والابتزاز مدرسة قزرة والوقيعة مدرسة أقزر من الابتزاز فأرجوكم خلي بالكم رجوع هيسم شعبان من وجهة نظري قرار صائب بكل ما تحمله الكلمة من معنى حد بيقول لي من تقولت أنك أنت بتدعم ضياء السيد ولكن لم أعلق على رحيل هيسم شعبان وعندما علقت قلت أنا بشكر إدارة سيراميكا كيلو باترا على البيان المحترم الذي أعطى لهيسم شعبان وجهازه ما يستحقه لأنه هو صاحب تقربة الصعود وهو راجل بصراحة عامل شغل وفارئ وهو مشروع مدير فني رائع وأنا الطبيعتي بتقديري وحبي لسيراميكا مش حابب أصطدم في قرارات إدارية هذا شأنهم يفعلوا فيه كما يريدون فعلشان كده أنا كنت سعيد بالبيان اللي احترم هيسم شعبان عند رحيله وكانت الأمور لخلافات إدارية وليس لسوء نتائج ولا أمور فنية وده وارد في كل مكان والكابتن ضياء جيل والناس شعرت أن بعض عدد من المباريات الكيميا بتاعته مش جاية على الفرقة وهذه المؤسسات مؤسسات محترمة بتراجع نفسيها ولا تستحي أن تراجع نفسها كل الاحترام للكابتن ضياء ولكن هم حسوا أن هيسم شعبان متركب عليهم واللعيبة ماشي معه وهو ماشي مع اللعيبة وساعات لما بتغير عتبة بابك الدنيا ما بتبقيك مصبوطة دون التقليل من الكابتن ضياء ودون أن ننمس أي حد بأي مكروم مؤسسات الفلوس دايما المؤسسات المالية اللي بوادني سراميكا كيلوبترا دايما وأبدا لا تستحي من المراجعة لأن لا ترى إلا النجاح وارد وانت شغال أن يبقى عندك أخطاء وارد يبقى عندك طموح وشايف أنه متحققش وارد أنه يحصل صدام كله ده وارد لأنه نحن في النهاية في ترس فدوام الحال فيه من المحال رحل هيسم شعبان وجاء ضياء السيد ثم رحل ضياء السيد وعاد هيسم شعبان وهذا ليس عيبا ولا حرام الناس اللي بتقول لك تخبط والناس اللي بتهاجم مجاملة لهذا ولا مهاجمة لزاك ولا لتصفيت حسابات شخصية واستغلال مباراة مهمة زي مباراة الأهل وسيراميكا ومحاولة الوقيعة لازم تخلوا بالكم منهم ولازم تعرفوا أن يا جماعة من صالحنا أن احنا نحافظ على المؤسسات المحترمة على بكرة هو نادي سيراميكا كيلو باترة هو نادي شركة بقعم الجماهيرية لأن زي ما قال حج محمد أبو العنين مرة وإحنا بنتعش معاه قال لك إحنا لو بيشجعنا الموظفين عندنا والمندوبين والوكلة في كل محافظات مصر إحنا مشجعين بالملايين ودي حقيقة مباراة الأهل وسيراميكا مباراة قوية ولا تقبل القسمة على اتنين للفريقين والأهل لازم يفوز وسيراميكا بيطمح لتحقيق نتيجة طيبة بلاش الناس اللي بتصيد في الماء العكر تستغل لهذا الموضوع عشان كده لقيت من الواجب إننا نعمل الدردشة جيه مخصوص وما تكلمش غير في هذا الموضوع احترسوا سيراميكا كيلو باترة والحج محمد أبو العنين من الناس المحترمين ومن أفضل الناس اللي الواحد بيتعامل معاهم ولا تربطنا بهم مصالح ولا منافع ولا احنا اللي بنتكلم لما حد يبقى بنا ما بينه مصنحة أو احنا نسيء لحد لو ما فيه بيننا ما بينه مصالح أو مجهنا المدرسة التي تبتزع كان تحصل على منافع كلامي واضح وكلامي موجه لكل الناس وأرجو إن الناس تخد بالها وقارئ أبو العنين بيحاول يعمل مشروع قورة جميل وأنا معاه قلبا وقالبا معاه بكل كلمة احترام والتهالف يوم من الأيام لا أريد من ذلك منفعة ولا أريد منكم جزاء ولا شكورة تجربة سيراميكا كيلو باترة تجربة محترمة بقول لي هيسم شعبان دي أول مباراة لك بعد ما رجعت بتمنى لك التوفيق الأهلي مباراة صعبة النقطة بتمن ليكو للأهلي أنا عارف ومتأكد إن إحنا بكرة هنتفرق على مباراة قوية وإن كنت أتوقع فوز الأهلي ويعني بعد مباراة ديجلة ولكن أنا على الورق وأنا بأعمل الحسابات أي اللي أحمد السيد من المباراة اللي أنا عملها تعادل الأهلي وسيراميكا كيلو باترة فمش عارف هل توقع اللي جاد الوقت بعد ديجلة بن فوز هو اللي يتحقق ولا حسابات الأديمة في حلقة الحسابات ما بين مطشة الأهلي السبعة ومطشة الزملك السبعة هو اللي يتحقق في حلقة الحسابات قلت المباراة عادل بعد ما شفت الأهلي قدام ودي ديجلة في الشكوت التاني قلت لا صعب الأهلي يتعادل فيترى اللي أنا شفته قدام ودي ديجلة في الشكوت التاني أينتصر على الحسابات ولا الحسابات أتنتصر على اللي أنا شفته بعد في مباراة ودي ديجلة في الشكوت التاني ده شغلانا بينما بالنفسي انتظر المباراة كان اشوف هل توقعي بعد ودي ديجلا ان الاهلي هيفوزه ولا اتحقق ولا حساباتي اني من ضمن المطيات اللي افقد فيها الاهلي نقاط سيراميكا ويتعادل مع سيراميكا اشوف عمتا لو تعادل يبى حسابتي صح لو الاهلي فاز يبى توقعي صح ولكن ما بين التوقع وما بين الحسابات امور كتير جدا التوقع فيه نوع من انواع التعاقف ولكن الحسابات عشان عارف قدرات سيراميكا مع هيسف شعبان يترى التعاقف عشان الدور يولع هو اللي هينتصر ولا الاسابات والرهان على هيسف شعبان هو اللي هينتصر في الاخير انا من الناس اللي بيحترم نادي سيراميكا كيلوبترا وبحترم جدا الحق محمد ابو العينين ومقدر دعويته لي والاشا معاه وده شيء لا يقدر بتمن ولا يوجد شيء اكتر من ان الراجل يقدرك وهو بهذه القيمة والقدر العظيم وبقدر طارق ابو العينين وبحي هيسف شعبان وببركله على العودة ومعتزل بقطاوي المدير الإداري الرائع الناجح المحترم دمس الخلق الجميل دائم السؤال علينا في السراء والضراء وأحمد جلال رئيس المنظومة الإعلامية القف الزميل العزيز وعشرة السنين هاني هتخوت في المطش أحد التروز بتاعت المنظومة الإعلامية وبرنامجه الناجح على صد البلد يا جماعة الناس دي ناس محترمة والناس دي لا تذكر الناس إلا بالخير ونس أفاضل ويستحقوا كل احترام وتقدير بإذن الله نتفرج على مباراة محترمة وما بين التوقعات والحسابات سيقول لقاءنا بعد المباراة كل التوفيق لسيراميكا كيلو باترة ولا تنظرنا إلى أي كلمة مسيئة ولا تهتموا ودعوا من يتحدث يتحدث ومن يقول يقول كل إنسان بيعمل بأصله وبإذن الله نتفرج على مباراة ليق بالفرئتين وكل التوفيق ليكم ومليون تحية واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته